قبل مغادرته لبنان حدد الموفد الرئاسي الفرنسي الخطوط العريض لزيارته من جهة وبضع عنواناً للمرحلة القادمة الحوار حوار بناء وجامع قال جون إيف لودريان في بيانه إنه سيعمل على تسهيله من أجل التوصل إلى حل يكون في الوقت نفسه توفقياً وفعالاً للخروج من الفراغ المؤسسات والقيام بالإصلاحات الضرورية لنهوض لبنان بشكل مستدام وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان وهو ما يعني أنه خلافاً لإصرار البعض على النفي فإن لودريان طرح فكرة الحوار على الأفريقاء اللبنانيين ليبقى انتظار ما سيحمله في زيارته المقبلة والمرجحة خلال شهر تموز لناحية تحديد شكل ومكان الحوار والأهم مضمونه وتوقيته هل يسبقه انتخاب لرئيس الجمهورية أم يليه وهل يعقد في لبنان أم أنه سيحمل الأطراف السياسية إلى الخارج مبدأ الحوار والأسيام الداخلي لا يمكن أن يكون محطة اعتراض حزب الله على ما تؤكد مصادر مقربة منه أما احتمال الحوار الخارجي فيتطلب درس برنامجه وظروفه والجهة الداعية إليه في المقابل لم تنفي مصادر حركة أمل أن يكون لودريان قد فاتح اللبنانيين بفكرة الحوار وأكدت أن الجميع باتوا مقتنعين أن أحدا لا يستطيع فرض إرادته على الآخر وأن الأمر يحتاج إلى توافق لكن الأهم يبقى في انفتاح الحركة على حوار من دون شروط مسبقة من جهتها أكدت مصادر التيار الوطني الحر عبر الأوتيفي أن التيار هو من دعاة الحوار ومن الطبيع أن يشارك فيه من دون شروط مسبقة لأن الحوار ليس على اسم مرشح بل على إيجاد المرشح المناسب وفيما تريثت مصادر حزب الكتائب بإعطاء الموقف قالت مصادر القوات اللبنانية أن اللقاء مع لودريان اقتصر على عرض المخارج الممكنة لإنهاء الشغور الرئاسي من دون التطرق إلى موضوع الحوار ليأتي موقفها أكثر من لافت من دون خروجه عن سياق المواقف القواتية السابقة فالحوار الداخلي لا يزال مرفوضا بالنسبة إليها على ما أكدت مصادرها باستثناء حوارات ثنائية بشكل مباشر أو غير مباشر على غرار الحوارات التي أنتجت التقاطعة حول الوزير جهاد أزعور أما الموقف من الحوار الخارجي فتحدده القوات عند طرحه من جهتها اعتبرت مصادر قوى التغيير بأن طاولات الحوار السابقة فشلت ومنها لقاء الدوحة وحتى اتفاق الطائف كونه لم يطبق وبالتالي فهي تؤكد على أولوية الحوار الداخلي تحت قبة البرلمان وأن يكون مبنيا على أسس وطنية وأن يعالج جميع الملفات الضرورية والأساسية وليس فقط الملف الرئاسي وهي نفت أن يكون لودريان من طرح فكرة الحوار موضحة أن الفكرة طرحها أمام لودريان أحد نواب التغيير في الخلاصة سيكون انتظار عودة لودريان عنوان الأسابيع الفاصلة في المقابل تقول أوساط متابعة للملف الرئاسي إن الأجواء توحي بصيف رئاسي طويل قد لا ينتهي قبل عام وليكون السبيل إليه إلا عبر حوار سيكون بالتأكيد أكثر من دوحة وربما مني طائف